لا يتوقف المشير عبدالفتاح السيسي عن إحداث الصدمات لمؤيديه قبل معارضيه فالرجل الذي وصل للسلطة بانقلاب عسكري ولم يقدم أي برنامج انتخابي بحجة أنه من أسرار الأمن القومي قال في أحدث تصريحاته لرؤساء تحرير الصحف إنه ليس لدى حكومته آلية لضبط الأسواق السيسي أضاف أن مصر بدأت مسيرة الإصلاح منذ أربعين عاما في إقرار واضح بأنه يعتبر نفسه امتدادا لنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك كما ذهب إلى القول إن قراراته برفع الأسعار أنقذت البلاد من الغرق في ديون قدرها ثلاثة تريليونات جنيه مشددا على أن مصر في حالة حرب تستدعي تكاتف المصريين من أجل تحقيق المصلحة العليا للبلاد على حد قوله تصريحات المشير تأتي بعد أقل من يومين من زيادة في أسعار الوقود لم تشهدها مصر منذ نحو ست سنوات وهي الزيادة التي قوبلت برفض شديد من محدود الدخل بعدما تسببت في ارتفاع كبير في أسعار السلع ووسائل المواصلات وأثارت احتجاجات واسعة قابلتها الشرطة بعنفها المعتاد يبدو السيسي إذن عازما على المضي في قراراته التي ألقت بثقة لها الأكبر على المواطن الفقير حيث أتبعت حكومته زيادة أسعار الوقود بزيادة أسعار الكهرباء وسلع أخرى والحجة جاهزة فمصر تحارب الإرهاب اشتركوا في القناة